نتابع النشرة من الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا حيث تستمر جهود مديريات الشرطة والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية للحفاظ على سلامة الوطنين والمقيمين والسعي لنشر الوعي المجتمعي بضرورة مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وذلك للحد من انتشاره تستمر مديريات الشرطة والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية بالقيام بواجبها ومنذ بدء الجائحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية في جميع مناطق المملكة بهدف الحد من الفيروس والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل عما يخفى على الجميع القرارات الأخيرة الصادرة من الفريق الوطني الطبي بالانتقال إلى المستوى الأصفر كذلك لا يخفى على الجميع الجهود الجبارة التي بدلتها حكومة مملكة البحرين برئاسة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبيل التصدي لجائحة كورونا هذه الجهود الجبارة التي بدلتها حكومة مملكة البحرين تضع على عاتقنا مسئولية وطنية سواء كنا أفراد مؤسسات قطاع أهلي أصحاب محلات تجارية وتحتم علينا بضرورة الالتزام بمعايير واشتراطات المستوى الأصفر بل أن في مخالفة هذه الاشتراطات والمعايير راح يترتب عليه مسئولية قانونية وفقا لقانون الصحة العامة في مملكة البحرين رسالة أوجهها إلى الأفراد أو مؤسسات القطاع الأهلي أو أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بهذه المعايير والاشتراطات لأن في الالتزام فيها وصول بإذن الله تعالى إلى بر الأمان في نهاية المطف تنفيذاً للقرارة الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بتطبيق إجراءات المستوى الأصفر قامت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمدرية شرطة المحافظة الجنوبية بتكثيف حملاتها التوعوية قبل حملات انفاذ القانون والهدف منها توعية أفراد المجتمع بضرورة ارتداء الكمام وأخذ معايير التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها مآخراً في المستوى الأصفر يحتم الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية عدم التراخ بالالتزام في الإجراءات الاحترازية التي يوصي بها الفريق الوطني الطبي مع حتمية التعاون مع رجال الأمن في تنفيذ القرارات وعدم مخالفتها حفاظاً على سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر